كل المطلوب منك كاس مية واحد زي ده هتعرف مين اللي عمل لك السحر وفين خبأ السحر بتاعه وحتكتشف ده بإذن الله لما تقرأ صورتين من كتاب الله جل وعلا وتستعز بالله من الشيطان الرجيم فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن واحد يقول لي إيه الفايدة إن أنا أعرف الشخص اللي صحارني لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأخذ الحذر وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتبين وأمرنا الله عز وجل إننا ما نلقش بأيدينا إلى التهلكة فالشخص للأسف الشديد اللي بيعمل لنا سحر بيكون قريب جدا مننا فصور إن فيه يعني سيدة محترمة بتقول إن لسحرتني أختي ففرقت بيني وبين زوجي عشان شافتنا إن إحنا كويسين مع بعض ودلوقت الولاد ما أصبحوش إنهم بيكلموا الزوج واحد يعني سبحان الله بيحكي إن فيه واحدة دخلت عند اختها فمجرد ما شافت إن حياتها كويسة وإن أولادها في حالة طيبة وزوجها بيعملها كويس ويا كانت منفصلة ما كانش منها غير إن هي صوتت وسرخت وده طبعا دليل على إن الشياطين بتتسلط على بعض الكلوب فبتصبها بالغلة والحق فعلى سبيل المثال ممكن حماتك مثلا تروح تعمل لك سحر أو ممكن حماتك تجي عمل لك سحر فإحنا عايزين نعالج السحر ده ونعرف مين اللي عملوا لينا عشان نقدر إننا نتخلص منه للأبد كل ما عليك إنك إنت هتحضر كاف مية زيدة ثم بعد ذلك إنك إنت هتلجأ لله جل وعلا بقلب صادق وبيقين وإيمان أن الله عز وجل سيكشف لك من قام بفعل هذا السحر وإذا كنت إنت سبحان الله صادق في مشاعرك مع الله جل وعلا فسق إنك إنت هتشوف اللي عمل لك السحر ده وحتشوفه في نومك وفي دليل من السنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما معناه إن أتح لنا إننا نلجأ لله جل وعلا عشان نعرف مين اللي سحرنا ومين اللي قلب حياتنا رأسا على عقد فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤية مين اللي سحره وشاف استحردات عمله فين حتى إنه كان بيقول له من المؤمنين عيشة رضي الله عنها وعن أبيها أتدري أن الله عز وجل استفتاني فيما استفتيته فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب إنه يعرف إيه الإصابة بتاعته أو إيه الضر اللي وقع عليه فأراه الله عز وجل هذه الحقائق كان الله عز وجل يعني يشفي في كلمة كن فشوفه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إحنا بنقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم في السنن القولية والسنن الفعلية فهذا الفعل الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم عشان الأمة تعرف إزاي أن هي تستخدم علاج السحر وأن السحر ده هيكون منتشر في الأمة ودلوقتي لما تيجي واحدة تدايق مثلا من خطيبة ابنها اللي فركشة الخطوبة تجريها عاملها سحر وتدمر حياتها عادي جدا واحد ما تدايق من واحده عايز إن حياته تخرب جريها عامل سحر وخصوصا إنه غالب اللي بيلجو للسحر النساء للأسعف الشديد فعشان كده إن الإنسان اللي بيعمل السحر عايزة أقولك أنت ملكش في الآخرة خلاق نهائيا ولا حتشوف رحة الجنة بإذن الله جل وعلا إن أنت صنمت على أنك أنت تجدد السحر اللي أنت بتعمله وتأذي عباد الله لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد علموا لما نشتراه ما له في الآخرة من خلاق فهذا الأمر بيكون بيد الكريم جل وعلا فقد تليك الله عز وجل بالوفاء وتنزل بك من مصيبة الموت وإنت ما تبتيش يا حجة أو يا ست من اللي أنت بتعمليه وتضري عباد الله به أو الساحر ممكن إن ربنا سبحانه وتعالى يتوفاك وإنت ما تبتيش لله جل وعلا فتنجلب حياتك رأسا على عقد كل ما عليك أنك أنت حتيجي بكاس مية زي ده وحتقرأ عليه صورة التين 14 مرة وصورة الشمس 13 مرة يبقى كده المجموع كام 27 مرة وحتستعز بالله من الشيطان الرجيم 10 مرات يبقى 37 وحتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات يبقى 41 مرة ثم تحط رأسك ناحية الجبلة وتقول اللهم أرني من أصابني بالسحر وأرني أين خبأ سحره وبصرني به يا كريم عايز أقولك إنك بإذن الله حتشوف رؤية من اللي صحرك ولو ما شفتش رؤية تمام خلال 3 أيام بالزبط حتبصت لايك الشخص اللي عملك السحر ده بيتصل بك أو بيكلمك أو بتظهر عليه العلامات اللي بتدل على إن هذا هو من أصابك بالسحر المقطع ده ما تسجوش يوقف عندك فربما أنك إنت تنقص به إنسان مسحور دوس لايك وشاركه لأصحابك وأصدقائك فتدلع على الخير كفاعلي عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من تفتيار الأحلام اضغط على الشاشة مرتين حتلاقي هناك كلمة اسماء وتابع شعرات الفيديوهات دمتوا فود فيها من الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته